مع الرئيس سيتوجه الرئيس إلى مكتبه هذا اللقاء من المفترض أن يدوم 20 دقيقة على أن يليه اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه برري في سالون السفراء وأيضا رئيس مجلس النواب سيقدم للبابا عائلته وسيتم التقاط صورا تذكرية وبانتهاء اللقاء عند الساعة تقريبا 10 و35 دقيقة مدة اللقاء بين رئيس مجلس النواب والبابا ستكون 15 دقيقة على أن يليها لقاء بين البابا ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعقلته أيضا في سالون السفراء حيث سيتم التقاط صورا تذكرية مع البابا وعند انتهاء اللقاء ومغادرة رئيس مجلس الوزراء مع عائلته إلى سالون 22 تشرين من المفترض عند الساعة 10 و45 دقيقة أن يلتقي البابا الشخصيات التي تحضر إلى هنا إلى قصر بعبدة بداية سيكون اللقاء مع رؤساء الطوائف الإسلامية في سالون سفراء وشير كلارا بأن رؤساء الطوائف الإسلامية أول الأسماء المذكورة هنا في الكتيب الذي عادته دوائر الكوتوكول القصر الجمهوري أول لقاءاته مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد طباني يليه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ محمد أبلين أيضا سيكون هناك لقاء مع الشيخ عقل الطائفة الدرزية ورئيس المجلس الإسلامي العلوي بحضور أمين سر الكرسي الرسولي والبطريالك المرهوني مدشارة بوتروس الراعي ورئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان جانمي توران والسفير البابوي المونسينيار جابريال كاتشيا أيضا أشير إلى أنه بعد هذا اللقاء مع رؤساء الطوائف الإسلامية سيكون هناك استراحة قصيرة يتوجه الوافد المرافق لقداسة البابا إلى قاعة 25 أيار ومن المقفترة بحسب الجدول عند الساعة 11 و10 دقائق يقوم البابا بزرع ألزة الصداقة في حديقة الرؤساء بحضور الرئيس الجمهورية واللبنانية الأولى وأمين سر الكرسي الرسولي والبطريالك المرهوني على أن يرافق الرئيس قداسة البابا إلى قاعة 25 أيار سيكون هناك لقاء الجامع هذا لقاء الجامع من المفترض أن يدوم عدد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية والعسكرية والدينية التي ستتوافق طبعا لكي تلتقي بالبابا في قصر بعبدة على أن يكون عند الساعة 11 و14 هناك كلمة لرئيس الجمهورية وأخرى لقداسة البابا وأخيرا يرافق فحمة الرئيس المنانية الأولى قداسة البابا وسط صفيني من الرماحة إلى سيارته عند مدخل البابا الرئيسي للقصر ويغادر البابا عند ساعة 12 ظهرا يغادر متوجها إلى بزمار حيث أيضا سيكون هناك برنامج في بزمار أشير كلارا بأن هذه الزيارة التي وصفت بأنها زيارة تاريخية تأتي بعد زيارة البابا الراحل يوحنى بولوس الثاني في عام 97 والتي أطلق خلالها الإرشاد الرسولي أيضا من لبنان وحمل عنوان رجاء للبنان اليوم تتكرر زيارة الحضر الأعظم إلى لبنان لكنه يأتي حاملا عنوان الشرق الأوسط ويصف البعض بأن زيارة خليفة بطرس إلى لبنان اليوم ستكون بمثابة أو الإرشاد الرسولي سيكون بمثابة صندوق بريد يطلق من خلالها الرسائل إلى كل بلدان الشرق الأوسط وشعوب الشرق الأوسط إسلامية ومسيحية بالأمس تحدث البابا عن التوازن الذي يشهده لبنان هذا التوازن النموذجي بحسب ما وصفه وما يعول عليه على أن تكون الرسالة رسالة طمأنة إلى اللبنانيين في السابق عام 97 كانت رسالة لكسر الأحباط المسيحي الذي كان يتمثل في لبنان بغياب الزعماء المسيحيين أبرز الزعماء السياسيين المسيحيين عن نبنان اليوم يأتي البابا لكسر ما يسمى بالخوف وتحديدا خوف المسيحيين على المستقبل وعلى الوجود في ظل العواصف التي تحيط بالمنطقة وفي ظل مجهول وعدم استقرار وكما هو معلوم فإن معظم الشعوب تطمح للاستقرار للبقاء في أرضها الهجرة ستكون محور هذه الزيارة وأيضا أتى على ذكرها الإرشاد الرسولي متحدثا عن نزيف المسيحيين